وفرت الحرب المشتعلة في البلاد بأتاً خصبة لظاهرة تبييض الأموال ويعادة استثمارها في القطاعات التجارية ومنها القطاع العقاري الذي شهد قفزة قياسية في الأسعار مدفوعاً بتزايد الاستثمار فيه من قبل جهات وأفراد ناشطوا خلال فترة الحرب وعملوا على استثمار الأموال المنهوبة في القطاع العقاري وانتعشت عمليات غسيل الأموال والتي جاء أغلبها من السوق السوداء في الوقود والعملة والخدمات العامة الأخرى وعلى إثرها بدأت تظهر حركة عقارية مزدهرة خلال الفترة الأخيرة عبر تدوير هذه الأموال والتي تقدرها تقارير غير رسمية بحوالي 30 مليار دولار ويعد غسل الأموال جريمة اقتصادية وجنائية تهدف إلى إطفاء شرعية على أموال ناتجة من عمليات مالية غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب والإتجار في السلاح والمخدرات والآثار المسروقة وسرقة المال العام وتزييف العملات وكشفها فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن عن إثراء فاحش غير مشروع لجميع الأطراف في اليمن خصوصا الحوثيين من مصادر متعددة في استغلال بشعة للحرب الدائرة في البلاد والتي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم وحسب الفريق ارتفعت وطيرة عمليات غسل وتهريب الأموال بشكل كبير في العام 2019 تقرير اقتصادي حديث كشف أن ميليشيا الحوثي اتخذت من قطاع العقارات وشركات الصرافة ملاذا لغسل الأموال المنهوبة من الموارد العامة وتبيض أموال الحرب وشرعانتها لافتا إلى أن الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستخيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم نتيجة لتكاليفها الباهظة قامت قيادات ميليشيا الحوثي بدفع أضعاف ثمنها السابق وأدت عملية تبيض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر